اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كانت نشوفها دقري يامشو جيبوا البنت فين كيندا قلت له انا خالها غادي يجيبها فعلا جابها لي بقتك نقول سمحي لي يا بنتي سمحي لي اللي دخلتك لهاد شي اللي ما بنت 11 عام دخلها الكوميسارية قاسحة شوية حاجة اللي ما ما عرفتش مسكينة ما عرفتش باش تقولي يا ماما كيس كيس باس كيس كيس باس كان قولها غير دخلي انا غير غادي يفهمو لك معا دخلها هزو بنتي دخلها الواحد الاسمي تو شو كانت انا اسيستانت هدرت معا هودكشي عاودت لهم قلت له انا متس نعرفوش جي اسيي دلو كونتاكتي واحد تلت شهور دابا إلما بلوكي سافي ما ما عنديش انا ببا ما عنديش انا هادي فيها ماما وفيها بابا وعايشة معا ماما مزيان بالمسكينة جابت معا لبولتان ديالا دخلها بالبولتان كيس قولها شوفي هنا هاد ماما لو كان ماما خطفاني وش انا غنقرب حالكا غنكون لو كان انا ما عايشاش مزيان وش غنقرب حال هاكا خرجنا البنت ما بغا تشترك معاها كتغوت وكتبكي وكتسمر مد في الارض وكتقولو جونتو فا جو تكوني با كنقولو شفايشام حرام عليك هادشي اللي كتدير شوف بنتك دابا لقاشي حل قال يلا ضاروري خصلا تمشي معايا البلجيكا شهر ونردها لك ليش غا تمشي معاك البلجيكا شهر ونردها لك بقا انا حاول تتقرب من بنتك لا تتقرب من كانت تروح بالعكس والعكس سأطلع عليك بالجرى عبارة تبعوية لا نوصل على نفسية تقول لي لا اي بقوت محبا الخاصة بيكsche لماذا ستدخل؟ ألا عارف انا تحكمو لي احكام غيابي احكام غيابي تطلقت غيابيا كيف تقول لهم المرأة ديالي هربانة ما كيناش مشاد ومن بعد بسيمانة مشا داير شي كاية بلجيكات يقول لهم حقا مرأة تيرا عايشة في المغرب رأينا ويادرت لابخوص ايجو غدياله وديت لابنتي باش تشوفها وهم يخطفوها لي وضربوني وداروا لي وفعلوا لي أنا هاد سيد أنا محرمتوش محرمتوش من الأبوة ديالو ولكن وش أنا نبزز عليك أنت تكون أب نبزز عليك ونقول لك أجي بززز كون أب أجي دير معا بنتك أجي دي بنتك أجي جيبها أجي رأي ما يمكنش هي البارح هي البارحة كيشوف البنت كتغوت وكيشوف البنت الحلقة ديالها مشا وكتتمرغ في الأرض ولا سيد فاداكي يقول لي غات تمشي معايا يعني غات تمشي معايا بكاها باداكي نقول وكي غات تدير وش بغيت البنت تتلحلك مفطريق البحة بنتي كتقولي أنا غان قتل راسي ما عمرني سمعتها من فم بنتي إلا تفرقت معاك نقتل راسي أنا هذه الكلمة ما عمرني سمعتها من فم بنتي قلت لي أسافي غجي بخي ما فيه دار دكن عاون قضائي دار بلي البنت ما بغادش تكبرها من منستة وماكي نيقوسيو معا حتى الحدجي قلت له شوف أنا ما مقشف زناقي هاد البنت انت تنسي باسكو سي ننفان البنت خصات نعس البنت ما صباح البنت دخلها الكوميسارية واش عارشي شنية دخلت البنت الكوميسارية يبقى في بولدي مفاهماش مفاهماش مواقع سافي قلت له غانشين دي بنتي ترتاح ما ما عرفت ش شنو غديه شنو غديه تدار في حقي أو لا في حقي أنا كنطالب أنا كأم كنطالب بنتي تبقى معايا ماتتفرقش معا بنتي كوكي لا غيب ما غاديش نتفرق معا بنتي يبقى فيا عرق واحد أنا غا بقى معا بنتي إذا لم يتمكن أن أعيش بلابيا انا لن يعيش بلابيا أنا بأمور في كل وبدأ بنتي لم يتمكنون بالنسبة لك لكي أردوا بدلاً وذلك يجمع عندهم أكثر وفاجأوا ينجبون بيشكل تشكرة لا يفضل في هذا الواقع إلى أن تقتلوا لأنه إذا كان لديهم فابور لديهم المحامين لديهم ما يقرأ لديهم مسؤولية إلى ذلك السابق أنا أقوم بالنسبة لذلك بأمور كنت ربي فيها دي بنتك المدراسة اجيب هذا عاد زيد المحاكم ديال المغرب عاد زيد لا تتحكمت لي الحضانة وانا تقولها وتنعاود نقولها المغرب مضلموش نهار تعتطني في الحضانة في المغرب عطاوك جي تشوف بنتك عطاوك جي تشوف بنتك ما رفعت عليك دعوات النفاقة ما درت لك تيشي حاجة باش نقول لك اجي باش نخلي دك لليا جي تشوف بنتك وانت ما عمرك جي تسولتي فيها وانت ما عمرك جي تسولتي عندك الحق في بنتك من ثمانيات استاد العشيان هالحد ولعبوا العار ولعبوا العار ديك ساكون زديت عليك انا البولة نقول لك لا ما عطيهاش لك ولا هدا ولا هدا ولا هدا المهم انا كان طالب بنتي بنتي تبقى معايا جتوفي 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 هو اعادة فتح تحقيق فاد الميل في هذا يتعاود كنت طالب من وزير العدل حينت اه والبارح تيقولي اها داك ديالوم داك اللي جامعه من من الانباسات كي قولي اه وزير العدل هو اللي عطي الكلمة ديالو انا كنت طالب وزير العدل كنت طالب وزير العدل باعادة باعادة النظر فاد فاد لدوسي هذا ويشوف يسمع لي انا يسمع لي انا وشوف الوراق اللي عندي انا انا عندي محضر معاينة ديال المطار انا بغيت هذا الاختيطاف لي بلجيكا حكمات بهذا الاختيطاف انا بغيت يعطوني امتدر هاد الاختيطاف يعطوني لادات ديال هذا الاختطاف. يعطوني الحيتيات ديال هذا الاختطاف. إمتا كان؟ إمتا درته؟ كيف بتهزيسنا هذا البنت؟ والسكنة الاعتيادية كن أكد على هذه السكنة الاعتيادية ديال آية فينا هي؟ هي المغرب. حينت كينا واحد المادة ثلاثة في اتفاقية ديال ديال آهاي كتقول خاصك متاش سي الانفان من السكنة الاعتيادية. وإلا جينا نشوفوا السكنة الاعتيادية ديال آية راه هي المغرب. راه تسمك تولدات تغير ديال موان دخلنا. عندها شهرين دخلت المغرب. ديال موان دخلنا. ديال موان داروا ديال موان في المغرب. كيفش غادي تكون؟ كيفش كون هاد النفسية ديال هاد البنت. اللي تدمرت البارح طلع حضاشة الليل. وهي كتصرخ. واحد الصرخة ما كتصورش على البال. أمام المحكمة. يعني فينا هما هاد المؤهلات. اليوم ما الطفولة المغربية عندنا راه وصلت لواحد درجة ما كتصورش على البال. يعني مثلا هاد الطفلة. هاد الطفلة اليوم ما كنشوفوها وصلت لحالة نفسية. ما غاديش نتصوروها ما غاديش تصوروها. كيفش هاد البنية اليوم ما كتعاني. كتعاني يعني وصلت لحالة الانتحار. وصلت لواحد لحالة هستيرية ونفسية. يعني كادا الأم. الأم اللي محتضن هاد الطفلة من اللي تزادت. لحد الساعة عندها حداشر سنة. يعني عمر هاد الأب. ما سول عليها. ما عطاها مستحقات وواجبات ديالها. ما هو. حنا مثلا. وصلنا الواحد الصراع. باش غادي نتصارعوا على قبل النفسية لهاد الطفل. ياريت حنايا لو هاد الطفل كنقولو كقوانين وحقوق الطفل. ياريت لو نحطوا هاد الطفل. تقلس معها الأب والأم. ويحطوا النقاط اللي هي لازمة. علش كانت تصارعوا مع وليدتنا. في الواحد المجال قانوني. وكي يقولو هاد الأطفال عرضة. الواحد النفسية ما كتصورش على البال. كيفاش هاد البنت هاد الاب ديالها؟ غادي تمشي مع والأب ديالها مع المرادة لي ستتتطاط معه. ولو شهر ولا شهرين. هاتتتلبصي معها من المغرب. على الوطن و isi ha u hi a wah مع البلد. انه مصطئك في به. كان يست nivel ما يعيشت فه. جناه، خاصكك في زم التركي Louknit cooperative اللي تدمرت البارح طلع حضاشت الليل وهي كتصرخ واحد الصرخة ما كتصورش على البال أمام المحكمة يعني فين هما هاد المؤهلات ديال الطفولة المغربية ديالنا احنا موقفنا يعني يعريت يكون واحد إعادة النظر مثلا في بعض الفصول في بعض القوانين يعني احنا كنقولوا واحد المادة 171 من مدونات الأسرة احنا تلحظنا لأم هادي كافية كافية يعني ويريت تكون مثلا واحد المعاينة لهذا الطفلة كي عيشها احنا قاعلة غادي نجتهده في بعض الأشياء كيف عيشها عيشها في استقرار عيشها في دراسة عيشها في أنشطة يعني هالطفلة لا ترعني من مشاكل من مشاكل ما بالأم ديالها وعائلة الأم ديالها وبكل صراحة تنطلبوا احنا اليوم من هاد المنبر كنطلبوا سيد وزير العدل يتدخل في هاد الملف وكنطلبهم جميع المؤسسات اللي هي كتتناضل على حقوق الطفولة المغربية يعني ولو نقولوا احنا هاد الطفلة عندها دوبل ناسيوناليدي يعني خست يعادتنا ضرف متل هاد طفولة ماشيتمشي بهاد العنف